كما نتوجه بتحية احترام وتقدير متجددة إلى روح البطل الشهيد الرئيس محمد أنور السادات بطل بطل استرداد القرامة والأرض بالحرب والسلام بالشجاعة والرؤية الاستراتيجية ونقول لروحه اليوم إنما وهبت حياتك من أجله لن يضع هدرا أو هباء بل وضع الأساس الراسخ الذي نبني عليه ليبقى الوطن شامخا والشعب آمنا يحيى مرفوع الرأس على أرضه لا ينقص منها شبر ولن ينقص بإذن الله وهذا وعدنا وعهدنا لشعبنا العظيم ودعوني ودعوني أؤكد في ختام كلمتي أن سلامة هذا الوطن ما كان لها أن تتحقق في مواجهة تلك التحديات التي مررنا بها على مدار السنوات الماضية لولا سمود هذا الشعب بالأمين ووحدته فتضحيات أبناء هذا الوطن هي نهر عطاء مستمر على مدار التاريخ وإن اختلفت صورها وستزل مصر بوحدة شعبيها أكبر من جميع التحديات والصعاب وسيستمر تقدمها للأمام محفوظا بنصر الله ورعايته وإرادة وعزيمة أبناء هذا الشعب الكريم كل عام وأنتم بخير ودائما وأبدا وبالله العظيم تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته